مؤكد أنكم تستغربون مثلي في الآونة الأخيرة كثرة الحوادث والقتل والمرض والحرق والطلاق والخلافات والنزاعات بين الناس وارتفاع حصيلتها بشكل غير معقول ولا أنكر أنني تخوفت جدا لمدى الكم المتسارع وأخذ مني الكثير من التفكير والتحليل حيث توصلت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي من أقوى الأسباب لن أتطرق لأمور التواصل الغير الشرعي بين الجنسين بل سأسلط الضوء على موضوع نوازيه بالخطورة وهو تعري البيوت وبمعنى آخر هو أنا طالع على البحر مع العائلة مبروك لزوجي السيارة الجديدة أنا بالمول الآن أولادي بملابس العيد معزومة عند دار حماي عشاؤنا اليوم عند دار خالي هذه الهدية من زوجي أنا وزوجي في المطار متجهين إلى تركيا كل هذه المنشورات نراها يوميا حيث لا نعلم أننا نعر بيوتنا بهذه الطريقة ونكشفها ولا نلتفت إلى أن هناك عيون حاسدة وحاقدة ومتربصة كل تلك الأمور تفتح أبوابا أقلها الحسرة لمن قرأ مرورا بالحسد وأشدها الموت يقول الله تعالى هو نبي ويخبر ابنه النبي ويحذره من حقد إخوته فما بالكم بغريب الدار لنسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمة بعد قضاء الله وقدره بالأنفس يعني بالعين وعن أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفنسترقي لهم؟ قال نعم فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين حافظوا على بيوتكم وأبنائكم من العين والحسد فأنتم والله تقتلونهم ارحموا حياتكم الزوجية واستتروا بها سيخرج شخص الآن ويعلق بأن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عباده سأجيبه بأنه جل وعلا يحب أن يراها بالعطاء لا بالتباهي أمام الجميع فليس هناك أسمى من حياة زوجية وأسرية مغلفة بالسرية مقدسة بتفاصيلها الدقيقة الخاصة فروعتها بأنها كتاب مغلق لا يقرأها ولا يعيشها إلا أصحابها فقط